موسيقى موسيقى أهلا بكم على الرغم مما يتمتع به العراق من ثروة نفطية كبيرة وعلى الرغم أيضا من قدرة القطاع الخاص العراقي الحقيقي على تحويل هذه الثروة إلى صناعات نفطية متعددة ومتنوعة تعود بالفائدة المالية والصناعية للبلاد إلا أن جزءا كبيرا من هذه الصناعات ما زالت غائبة عن المشهد نتعرف على الأسباب وطرق المعالجة بعد أن نتابع هذا التقرير عراقي تحديات كبيرة منذ انتاجه في عام 1927 وحتى تأميمه في عام 1972 وبعد عام 2003 اتسع الإنتاج النفطي العراقي وارتفعت نسبة تصدير لذا أصبح المصدر الرئيس للاقتصاد العراقي فيما تشير الإحصائيات إلا أن حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو 112 مليار برميل لكن نسبة 80% من نفط العراق لا تزال غير مؤكدة ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود 360 مليار برميل في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي 10.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي لكن صناعة النفط في العراق تعاني منذ عام 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على 20 عاما فيما تعرضت الكثير من الأنابيب إلى هجمات إرهابية مؤخرة ويعتقد خبراء في المجال النفطي لم يزل بمقدور العراق أن يستفيد بشكل أكبر من إنتاج النفط لا سيما فيما يتعلق بالمشتقات النفطية التي يستوردها العراق من دول الجوار وتكلف ميزانية البلاد أموالا طائلة فبلاد الرافدين بإمكانها أن تكرر النفط بنفسها وتستخرج مشتقاته لتسد حاجة الطلب عليه في داخل العراق فضلا عن تصديره فإن بيع النفط بعد تكريره يعود بأرباح أكبر بكثير من تلك التي يتحصل عليها جراء بيع النفط الخام ولهذا تتصاعد الدعوات اليوم بالاستعانة بالقطاع الخاص العراقي ودعمه في أن يكون عونا للحكومة في الاستفادة من مبدأ صناعة المشتقات النفطية داخل البلاد لبرنامج دينار على الجميلي العراقية الإخبارية بغداد ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم ولينا في الستيديو المتخصص في الصناعات النفطية المحلية السيد ماجد موزان مرحبا بك أستاذ ماجد عليكم السلام عليكم عزيزا أخوان المشاهدين وكافة الأخوان اللي شاهدون حلقتك واتمنى لكل الخير أستاذ قيس في هذه الحلقة المباركة عسى ولعل أن نضع لمسات الضوء على هذا الموضوع المهم جدا نرحب بك يا جمال ترحيم أستاذ ماجد الموضوع ذو شجون خلينا نتكلم من ناحية الأختاريخ حكومة السابقة المتهالة التي كانت انتهت كانت تنظر للنفط على أنه هو النفط فقط للدولة مخصص 100% فقط ما مسموح لأي قطاع خاص بحساب نظريتهم الاشتراكية ما يسموحون لأي واحد يتخصص بالنفط عادة أكو محاولات بسيطة هي معامل الماستيك والفلان كوت تقصد ما قبل 2003 نعم تقصد ما قبل 2003 ما قبل 2003 نعم فنتهى الموضوع ذاك مع السلامة نتيجة الحصار اللي موجود علينا 14 سنة كان أكوب موضوع كل العالم متخوف حول أنه العراق يمشي بصورة أكبر وانطلق انطلاقة كبيرة لكافة الصناعات باعتبار العراق عاش 14 سنة ضمن اكتفاء ذاتي أي استيراد يعني من خارج عراق ماكو حتى البنزين المشتقات تجد كليم وجودة مع العلم ما كان أكو تطور بالحياة الاقتصادية بالعراق لكنه كان أكو اكتفاء ذاتي من كل النواحي بعد 2003 لغاية 2008 في حكومة السيد المالكي ووزارة السيد الحسين الشهرستاني بدت عندنا مشاريع القير المؤكسد الأسفلت المؤكسد 2008-2009 كان منحة الدولة 28 إجازة بعد هذا الموضوع حسا حاليا وصلت 61 معمل بين قيد التأسيس وكامل التأسيس تمام هذه الصناعات مع الأسف ما لقت ذاك الدعم اللي يجب أن يكون هناك هذا الدعم بحيث محاربين من كل جهات زين أبرز جهة محاربين منها أستاذ موز ماجد متعددة جهات إحنا اليوم إذا نفتح الأوراق فقط حتى نكون على بينه والناس كلها تعرف رأي العام يطلع على ما يدور إذا تعطل الصناعات النفطية في العراق خلي نعرف شن الأسباب ما هي الجهات التي تقف عايقا أمام تطوير الصناعات النفطية في العراق ياريت وتذكرناها بالتفصيل حتى نعرف هون نعرف الأسباب نبدي بالقصة من جد و جيد الموضوع بدت بدت المعامل القير المؤكسد الدولة منحة الإجازات ما منحة الإجازات وفق أي نظام موجود فقط إجازة بها عقد يقول لحصة شركة موازن قطامي لحصة شركة فلان بفلان مئتين طن يوميا ست ملايين شهريا وبدت العقود بما كذلك زين من عقود من ستين طن إلى غاية مئتين طن أعلى معمل قسم من المعامل بعدين انطورت بذاك الوقت أثناء الأيام السيد السيد الرجتاني وقسم المعامل بقت على حالة من ذاك اليوم الهليوم مع ذلك رجعنا مرة ثانية نزلونا خمسين بالمئة من قيمة النفط الأسود ليش شنو كان عذرهم هذا وزارة الليش لا أكيد تم قلو لكم يا بحنا راح ننزل لأن كذا كذا غير لا 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 ماكو احنا فجهة جدا ضعيفة وزارة النفط تنظر إلى القطاع الخاص في القطاع النفطي على أنه احنا كل احنا نفد ناس غير مرغوبين وناس احنا عبارة عن كل احنا بقر تهريب يوم الأيام أحد المسؤولين في وزارة الصناعة في وزارة النفط من دعاننا احنا بشرة الـ 2018 إلى وزارة النفط شانا اكو هذا موضوع بالتهريب مع المشتقات النفطية من ديالة لغاية الفنية الفلوجة احنا مو مسؤولين عننا بالعمار انا معملي بالعمار واهل البصر جون وكلهم مسؤولين عننا فالسيد اللي دعاننا اول ما التقينا التقي بينا سؤال التالي وانا يحز بقلبه لذلك ما انسا ما انسا لي حد الان فانا يقول انتم 28 معملي انا ننظرك 28 بورا تهريب شكرا جزينا سادة اشكرك مع السلامة من بدينا وتناقشنا بعدين وصلنا لحل انه احنا احنا بالنسبة لبريء اثبتت ادانتي يا الله تحكي عني ليش تخلين انا بنفس زاوية الحكم مع الانسان السيء ليش بعدين هو كان التهريب اللي موجود وهي طلعت عند الوراق اللي هي بها مستقات النفطية ما تخص معامل قير المؤكسد تخص معامل الزيت التالف يعني اكو خرق بداخل الوزارة اكو خرق بداخل عملية غرفة الطاقة اللي بها اللي بها كان موجود لحدنا موجود احنا بالنسبة لنا كل تناكر بعراق مسؤول عنها غرفة حملية الطاقة اللي موجودة في وزارة الصناعة في وزارة النفط هذا اللي موجود احنا بالنسبة لنا ما عندنا يد احنا ندفع تصاليح الامنية نرفع الاسماء نرفع عقام السيارات نرفع عقام السيارات وزارة الطاقة للدائرة المعنية ويتجي بها برقيات انا مسؤول عن برقيتي ومسؤول عن نسائق مالي اما غيري فتخرق عنده مكان معين ليش تحمل البري نفس المشكلة زين كل العالم اخويا عزيز كل العالم عنده مشكلة في موضوع النفط الاسود كل دولة بها مصافي كبيرة النفط الخام الاولي هو يعني يصير تكريره مصفاته عن طريق التبخير اللي يسمى التكرير اما تكسير الكريات بعد النفط الاسود وين يروح النفط الاسود النفط الاسود كان يستخدم في الباخر نفط الاسود كان يستخدم في الوقود بعد ذلك النفط الاسود طورت الامور صار بي تكسير للجزئيات بيها مثل عراق الدولة اللي بيها مصافي عدد كبير وبيها النفط أسود منتج كبير بأيام النظام السابق كان يحقونه مرة ثانية للأرض هذا الموضوع هسه احنا لو النفط الأسود يجي لكل المواطن وصير صناعة نفطية وطنية انا اجزم بسبعين بالمئة ثمانين بالمئة هو يخلص من البطالة الموجودة حتى رح نتحدث عن البطالة بشكل مفصل استاذ ماجد لكن بعد هذا الاتهام الذي يوجه اليكم من قبل المسؤول في وزارة النفط باعتباركم مهربين يعني هل اختلفت آلية التعامل مع معاكم كمصنعين لبعض الصناعات النفطية استاذ ماجد الطابق الثامن في وزارة في وزارة النفط ممنوع ندخل احنا انا كانت الست المسؤولة سهلين طلع التقاعد كانت تمنع اي واحد مواطن من قبل معامل قير المؤكسد يصل الى هذا الطابق هاي المعامل اللي القيناها ليش باعتباره هم جهة المانحة لهذا الموضوع وهم بالنسبة لهذا الموضوع خلنا نتكلم موضوع ثاني احنا معامل سنة انا معملي 2009 21-2009 متعاقد مع وزارة النفط 200 ينطوني 50% بلوقت الحاضر في حين 2018 و2019 اصدرت اجازات جديدة قيمة 1000 طن يومية و500 طن يومية شن العدالة شن المكيال اللي يعد وزارة النفط حتى تنطي هذا الشخص 200 طن 60 طن وغير معمل تنطي 1000 طن مين شن القيازات ماكو هذا الشي مفهم مفهم هذا الشي احنا انا انا وصلتني يعني فيما اخص هذه المعلومة بالتحديد بعض المعلومات وصلتني ايضا بان ان هذه الكميات الكبيرة كانت تمنح لمستثمرين في اقليم كردستان لا انا اختي بالتفصيل احتي الصراحة يعني بصراحة ابي سعد اخي العزيز احنا ما نقول كردستان ليش مثلا يطون بعض رجال اعمال في كاركوك من المتخصصين في الصناعات النفطية الف طن في هن يطون ابل بصرا 200 طن ليش مثلا وهذا اللي داي سير مو لغلطاناني بالضبط اكون معملين في كاركوك الناس تقدموا سووا مصافي كبيرة وحصلوا على على كميات كبيرة منشوا بالتدريج واندعمة الصناعة النفطية الوطنية اللي موجودة بكاركوك ما دعمة الصناعة الوطنية الموجودة لا بالبصرة ولا بالموصل ولا بكل مكان بالعراق اكثر معمل بعد الكاركوك هو يجي معمل ذهب الابيض 200 طن والبقية كله 60 طن 70 طن 80 طن اللي هي قيمة 50% من قيمة العقود زين استاد واجد احتمال احتمال لدى وزارة النفط بعض التعليمات والشروط اذا كان المصفى الخاص بشركتك مثلا كبير تمنح كميات اكبر في حين اذا كان مصنعك صغير مثلا تمنح كميات صغيرة ايضا لا حتى نكون دقيقين بالموضوع احنا بداية من رحنا حصلنا موافقات لنوزارة النفط حصلناها بموجب عقود انا قدمت على قيد مثلا 200 طن غير يقدم على 60 طن انت تريد مثلا 200 طن انت طلبت انا طلبت يعني الاجازات التي منحت بناء على رغبة الصناعين استاد العزيز طريقة الاجازة اول ايام من منحتك طريقة الاجازة مالجسفة المؤكسد ما نبدأ بها من التنمية الصناعية نبدأ بها من وزارة النفط وزارة النفط نروح لها نقدم طلب دائرة الفنية نقول بينا بحنا ناخد فلان مع مقير مؤكسد بطاقة كمية 200 طن 300 طن 400 طن لكن الوقت كان اكو تخوف وكان اكو عدة صناعيين ينجح ما ينجح المشروع ايش قد يكلف المشروع فنظرة جدا جدا يعني ضئيلة وما نعرف وين يروح في حين كانت الارباح جدا جدا ميسرة كانت الارباح يعني فتشي من الخيال لانه كان باقي الوقت كان استورة القاز والمولدات في بغداد الكهرباء تقريبا صفر فدعمنا للكهرباء بحيث المولدات كان باقي الوقت يباع لتر الديزل في بغداد للمولدات الاهلية ما يوصل 50 دينار الزفت بما انه اكو حركة عمران في داخل البلد كان طن الزفت يوصل 300 ألف دينار 400 ألف دينار وكنا نشتري طن النفط الأسود من الوزارة النفط 100 دينار تبدأ اصعار 150 ها هسا جينا هذا موضوع اسعار موضوع اسعار في حياة سيد الشرستاني في وزارة النفط كان يدعم هذه الصناعة وبدأنا بيها بالوقت هذا ناس تطورت ناس ما تطورت حتى نجي بصحيح يعني يكون بها موضوعية ما نتهم بس لناس وزارة النفط يعني مثلا انا بقيت على المتين طينا ما قدمت طلب هذا بعدين من صارت المرشي جي قدمت بس من قدمت بوقت يعني بالأفين وحد عشر قدمت على طلب زيادة تهي الموضوع ما 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 سمحنا هائيا بأي زيادة من ذا كل ما اليوم لكن اجازات جديدة من حول اللي صار شنو بعد ما اجي الاستاذ الله يذكره بالخير عبد الكريم العيبي وزير الصناعة وزير النفط قال هذا الموضوع ما بد احنا ما نطيكم النفط اسويت روحوا غيروا معاملكم سووها الى في ار وهذا الموضوع بتغيير كل البنية التحتية للمصفة لان الفي ار ما يمشي الا تحت هناك سكون منظومة احماء في كل الانابيب الموجودة في المصفة جاننا بد موضوع يعني مؤلم جدا بقينا السنتين 2011 2012 و2014 لحد 2014 عنا ما نشتغل ولا فليس ومشاريعنا متوقفة تماما وخسائر بين موظفين وبين عمال وبين اشكل اللي صار مع ها مع ذلك صعد السعر الى 200 دينار وانطلنا في ار فقط من بي اجي طلنا 200 دينار السعر النقل فقط من الدورة كل معامل العراق فقط من الدورة ما نطيح حتى من البصرة كان تصدر من البصرة ولا الناصرية وسوى السعر 200 دينار ما نقذنا لحد ما اجي سيد عادل عبد المهدي استلم وزارة النفط انطلنا ثلاثة اشياء احنا قلنا ندخل بتفاصيل استاذ ماجد قبل من اطرق القضية استاذ عادل رئيس الوزراء السابق سيد عادل عبد المهدي وشنو ممكن قدمه لكم فيما يخص ارتفاع الاسعار فيما يخص ارتفاع الاسعار الى اي مدى اثرت عملية ارتفاع الاسعار على طبيعة عملكم وطبيعة انتاجكم توقفت نهائيا معا منه ما يكون اولا دعاننا بانه احنا لازم نغير البنية التحتية للمصفى مصفى لما يتأسس على اساس انه يستلم نفط اسود يختلف عن المصفى يستلم بي ار هذا واحد السعر 200 دينار لا بي ديزل ولا بي ولا يقدر شكل بعد 2011 الامور انتهب بالنسبة للزفت ما بقى الزفت ذاقي الموضوع الموضوع الثالث اللي يجي به هو بعدين انه تغيير المصفى 200 دينار 200 دينار للطن الواحد زائد منظمة اللحمة توقفت مصانع تماما زيان لغاية ماجد سيد عبد العبد المجد تتوقع هذه القضية كانت مقصودة استاذ ماجد ام شروط هي متبعة في اغلب دول العالم نعم تتوقع هذه القضية مقصودة عن زيادة الاسعار وغيرها مقصودة لتعطي المصانع ام هي شروط متبعة في العديد من دول العالم شوف مع الاسب استاذ انا كل رزقي على وزارة النفط انا عندي مصنع مرجل البحرين في محمط ميزان بطاقة الانتاجية 100,000 لتر باليوم عندي معصفة عندي معمل ثاني في البصرة اللي هو معمل بركات مرجل البحرين من توقفت هذه المصانع استاذ ماجد من توقفت هذه المصانع لك وبقية الصناعين الداخلين في عملية لا وانا وانا تكلم صراحة اكثر خاف عن باب رزقي لا تخاف عندي مصنع مهم جدا انا جبتها للعراق الحمد لله وشكرا عندي مصنع بايب لاين اللي هو ينتج الانابيب اللحام الطولي اللي ما اجه استاذ ماجد المصانع رح نجع عليها رح نجع عليها ومشون تحتاجها ان شاء الله فانا خايف لا تؤهكني الله يخليك استاذ ماجد لا تخاف خليكوا يانا شو ليش مثلا يعني هالعملية كانت مقصودة ام غير متعمدة مثلا اهمال مقارنة بما موجود في بقية الدول العالم لما شخص قارني بقضية قارني بين يعني ما حطي كلام شوي قوي قضية مهنية وفنية خارج اطار الاتهامات وغير مهندس التراخيص النفطية سيد عبد الكريم العيبي زين هو نفسه اللي رفع علينا السعر وانت بعد احسب بمك تمام واضح المسألة واضح المسألة ماذا قدم لكم سيد عادل عبد المهدي ها عبد المهدي اول ما سعر نزع 200 دينار رجع النفط الاسود رجع ان حق نصدر المادة الثقيلة الاسفل كان التصدير ممنوع كان التصدير ممنوع نهائي مقدود زين رجع عندنا انا بيدي اخدت الكتاب من دائرة الدار الفنية وديت الدار الاستيرادية وانا اول مواطن اصدر قير الى ماليزيا بحدود الف وسببين وخمسين طن تمت الخسارة حوالي بحدود خمس وعشرين اثنين الف دولار في هذه العملية والحمد لله وشكر قاعد سكتت لماذا خسرت اولا الموضوع احنا 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 كعائلة اقتصادية يعني كعراقيين اقتصاديين نفطيين ما عدنا ذاك الباع الكبير في طريقة التجارة مع العالم لان احنا قطعنا من العالم مثل 1979 وما عدنا اي تصدير ولا نندل كيف نصدر النفوط ولا وين مكاتب النفوط وين ما نندل احنا كاشخاص عراقيين شركات عراقية متخصصة في تجارة النفوط مع العالم نفتقدلها هذا موضوع مع الاسف كل العالم بيعوائل وبيناس وبيشركات متخصصة هاي جيراتنا جيراتنا ايران اعتصناعة نفطية اقتصادية لتخص الاقتصاد الوطني كبيرة جدا بصفن الاردن الكويت البحرين البحرين الصد القير اكثر ما سد العراق الامارات الصد القير اكثر ما سد العراق هذا موضوع موضوع ثاني وموضوع المواني العراقية اللي كان انا خسارتي في هذا الموضوع هنا بحيث النفط الاسود زائد القير لما يطلع من شمال العراق يوصل الى بندر عباس في المواني الايرانية هو يكون ارخص مما يكون عن طريق البصرة زين هاي العملية مستمرة حاليا والله اكثر تغيير بالموضوع وحاليا متوقف بسبب الاسعار اللي تدنت اكثر من اللازم بعد ما توقفت ايران جار ايران وقفت هذه المنافذ اللي هي عن طريق كردستان وقد حوالت ثلاثة شهر نفتح خط البصرة فتح خط البصرة كان السعر العالمي مواتي والسعر اللي داخل المواتي فتمش مشت الامور نوعا ما لكن بالوقت الحاضر لا هسه حاليا اللي موقف التصدير من القطاع الخاص هو زفت والبرايم كود هو اللي موقفنا الموانية العراقية ما نقدر ننافس اي بضاعة بالعالم او اي شي بالعالم بسبب الموانية العراقية والعواد الاجور اللي بيها زين استاذ ماجل شلو ممكن تقدموك صناعين متخصصين في الصناعات النفطية او شلو ممكن يطلع من النفط شون يطلع من النفط النفط بعد البداية احنا قلنا التكرير اللي هو عن طريق البخار يعني درجة حرارة 250 درجة مئوية يطلع الاول مرة الغاز البنزين الغاز بعدها رح تجي لديك الموضوع النفط الاسود اللي يتحرك به تكسير هذا التكسير يوصل للعملية لغاية بروتين حيواني اها شوف المصانع متعددة يعني غاية بروتين الحيواني يعني انتج بروتين حيواني بالنفط ممكن توصل حد انتاج بروتين والدول المتقدمة توصل لبروتين حيواني عدة صناعات مو على بالك ولا على بالك بعد الصناعات الاسفلتية عدة الصناعات احنا اللي رادلنا ونقدر من هذا الموضوع احنا نقدر نستمد كل الناس اللي اللي قاعدة بالطالة مع الطالة نقدر نستمدهم في موضوع الصناعة الوطنية النفطية احنا اضرب لك مثال تفضل مصنع مالي مئة ألف لتر يومياً زين عندي أربع سيارات تشتغل ست سيارات الخاص بإنتاج القير الخاص بإنتاج القير حاج بإنتاج الإسفلت والقير الهبي ديزيل القاز الثقيل زائداً الإسفلت زين اللي هو القير المؤكسد ست سيارات تنقل من المصفة لغاية المعمل مانة بعدها عدنا 12 عامل مضمون في دارة الضماني الاجتماعي معاهم 15 عامل غير مضمونين دولي بالأجر اليومي لأنهم متحركين يعني يشتغلون بالشهر بعد 20-15 يوم بعدها عدنا 100 نقلة إلى بغداد من ضمن السيارات اللي بالسيارات الحوضية 55 عائلة 55 فرصة عمل موجودة في مصفة قيمته 100 ألف لتر يومياً زين احسب أنا اليوم البارحة رحت لسيد وزير لسيد مدير عام التنمية الصناعية وانطاني البيانات لكل المعاملة اللي موجودة النفطية وبحدود ما يقارب 60 معمل القير المؤكسد مفروض يصير بكل مصفة طاقة الانتاجية كم ويصير بعدالة يتوزيع أي واحد يقدم ويأخذ على مثل مصفة العمارة طاقة الانتاجية اليوم في مليون لتر تتقسم على أهل العمارة وأهل العمارة يقدرون يصدرون هذا الموضوع بطالة تصدير إضافة سعر جلب المال جلب المال إلى القطاع الخاص احنا مو كل شيء نبيع بالخارج يا وزارة النفط حتى تسوي رواتب للناس وكل الناس تتوظف هذا موضوع مؤلم جدا يا أخواني العزاء موضوع جدا مؤلم أنه كل هذا الموضوع مؤلم طبعا للطرفين للدولة زادا المواطن مو كل مواطن يريد يوظف ابنه مو كل مواطن يروح اللي يتوظف القطاع الخاص هو أولى من هذا الموضوع أن يكون بهذا الموضوع شوان يكون هذا الموضوع لازم يكون لك دعم إذا الدعم ما موجود نهيا لا بالوزن نعم موضوع ثاني وي القير المؤكسد الدولة لحد الآن ما تعرف شوان تنطينه بأي مقياس لتر طين متري يا درجة حرارة يا قياسي يا طبيعي سنة 2016 ما نطلنا هذا الفرق سنة 2019 طلنا الفرق سنة 2018 طلنا الفرق سنة 2019 قطعوا من عندنا هذا الفرق هذا الفرق كل مادة تتحمل بدرجة الحرارة يختلف حجمها ويختلف وزنها يختلف حجمها في ذلك يختلف وزنها يا وزارة النفط أخوان الله يخليكم طن رسولنا على برد طن بالطن طن بالطن المتري طن المتري يجب أن يكون ميزان جسري حتى يحدد السيارة حتى يتحمل لماذا تتجني علينا لماذا لا أعرف يعني أنت تبقني بالسعر استغفر الله لا أخذ مني سعر زيادة لا أخذ مني الوزن ليس الوزن الصحيح نهائيا ليس الوزن الصحيح يعني طريقة المكان جايت كلي بيها للوزن ليس صحيح عليش زين حسر دعرف منك بشكل دقيق استاذ ماجد شنو اللي تعانو حضرتك تحدثت بشكل عام يعني عن بعض المشاكل لكن شنو تعانون أكثر شي تعانون بالوقت الحاضر شنو كمصنعين متخصصين بالصناعات النفطية أولا يحتاج إليه إلى لجنة شؤون خاصة متخصصة من وزارة النفط يتخص المعامل الاقتصاد العراقي معامل السوق العراقي حتى نحن من الراجع نعرف الراجع إلى دائرة متخصصة مثل ما راجع دارة التنمية دارة التنمية بها النافذة الواحدة ونقدر نسولف من مدير عام إلى أطفق موظف ينزل لنا بهذا الممكن أكو مكان استراحة ومكان قاعدة ونقدر نراجحهم وما يكون بها في التجنية علينا حتى باللقاء حتى بطريقة الكلام يعني موظف النفط نتروح لغرفته وكأنه هو دائرة أمنية يا أخي هذا أول موضوع هاي وين بالنفط؟ نعم حتى تدخل تواصل الموظف في أي دائرة في التحديد؟ دائرة الفنية كل دائرة نفط حتى بخصنا إحنا علاقتنا دائما ويد دراسات ويد دائرة الفنية زيان أستاذ ما نجد أنت كصناعي يعني عراقي ترغب بتقديم خدمات صناعية للعراق بصورة عامة ولواردات الدولة ممكن نضيف واردات للدولة العراقية وممكن أن تمتص البطالة كيف يتعاملون إياك داخل وزارة عندما تتم مراجعتك لقضية معينة يستقبلوك يرحبون بك يأجلوك شون بل نشرحنا آلية التعامل بصراحة تشيل أولا أولا عندما تدخل وزارة النفط لازم تروح تفوت على عدة سيطرات سيطرة الأولى تفتيش سيطرة الثانية اللي هي بها النافذة الواحدة إذا ما ينادي عليك الشخص اللي موجود بداخل وزارة تبدأ تدخل زين بس تدخل بحكم علاقاتك بحكم مورك تدخل يعني تدخل مو شي رسمي ما جاي أنت مرحب بك تقول الآن عندي معلمة عامي أقصد سؤالي هو كصناعي عراقي هل يتم احترامكم من قبل المسؤولين في سواء وزارة النفط أو بقية الوزارات الأخرى يعني مقارنة بما يتم الحديث عنه في بقية دول الجوار على سبيل المثال أردن يعني يتم استقبال رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين بكل رحابة الصدر ولهم أيضا لقاءات خاصة وفردية مع رئيس الوزارة الأردن هنا أنا خلي على الموضوع الثاني حتى واحد لا يجنع الدولة نريد نعرف الحقيقة نريد تجني أو نريد قطاع النفطي قطاع صناعة النفطية نحن ناس لازم خلي نفتهم سيد ماجد نكمل التفاصيل بعد أن نتابع مجزل أهم أخبار الاقتصاد معذرا على هذه المقاطعة لجنة المالية النيابية تؤكد أن العجز المالي الكبير في موازنة 2020 سبب الرئيس لتأخر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب أعلن محافظ النجف الأشرف لوئي الياسر عن تشكيل لجنة تحقيقية في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية بشكل مؤقت وذلك بعد منحها أراضي كفرص استثمارية دون أن تنفذ عليها أي مشاريع جدد رئيس لجنة الزراعة النيابية السلام الشمري دعوته إلى تجديد الإجراءات في المنافذ الحدودية وعدم السماح بإدخال أي منتج معتبرا الإصرار على إغراق السوق بمنتجات لها مثيلها المحلي مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني أظهرت بيانته الرسمية ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في بريطانيا خلال مايو الماضي بأكثر من نصف مليون طلب بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد وأخيراً توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الحالي بنسبة أربعين بالمئة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث سيكون أو ستكون الدول النامية الأشد معاناة من تداعيات تراجع الاستثمار أهلاً بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام معدلاء ضيفي في الاستوديو المتخصص في الصناعات النفطية المحلية سيد ماجد موزان مرحباً بكم مرة أخرى أستاذ ماجد سألة حضرتك قبل الفاصل أنه أريد أعرف آلية أو الفرق ما بين آلية التعامل ما بين رجل أعمال العراقي مع مؤسسات الدولة ومن بين رجل أعمال العراقي أيضاً مع أو في بقية الدول العالم على سبيل المثال الأردن نبدأ خطوة أستاذ بلعز أحمي أولاً نحن نلزم نفسنا الحقوق تحتاج إلى قوة تفسد كصناعيين كصناعيين نعم الحقوق تحتاج إلى قوة لأتحاد نحن الصناعيين الصناعيين النفطيين ما من التحدي النهائيين ولا عدنا قاطع ما من تمينا التحدي للصناعات العراقية هذا واحد ثنياً ما عدنا التحدي يخص بنا لو شايف أنت تتذكر في 2018 هالمعامل الطابق لما تفقوا على أنه ما يستلمون الغاز لحقاية ما وزارة النفط وفرجهم كل مستلزمات الغاز أخذوا قرار وما أحد قدر يجبر عليهم الموضوع الثاني إحنا أخواني العزاء درجاء اللي شاهدني من أخوان الصناعيين النفطيين ياريت نتفق حتى نكون اتحاد نكون قوة ونقدر نقعد أمام الموظفين المسؤولين ما أنا أروح مجلس إدارة أي مكون بحيث يتكلم مشاكلنا شخصية أو شخصيتين يعني مشاكلنا كلها مشتركة ممكن أنا بالبصرة أقول مشكلة بالعمارية ما مشكلة لا مفروض نحن كلنا مشكلة وحدة أقول شخص واحد ممثل عننا اللي أرجوه من أخواني العزائي في القطاع النفطي أن نتحد هذا رقم واحد اثنين الدولة العراقية عامة ما شاي لهم إلى موضوع التنمية الصناعية اللي موجودة بالعراق موجودة فقط الصناعات النفطية أخي أنت وين ما تراجع أي دوائر في دوائر الدولة ماكو حتى احترام للصناعي ماكو ولا رجل ماكو من نروح نراجع وزارة الصناع وزارة النفط فقط هي الدائرة الفنية الراجحة ممنوع كان بقية الله يذكرها بالخير ممنوع يوقف المصعد في الطابق الثامن وممنوع نفوت على انتصار الله يذكرها بالخير هيت تتعاملنا مع الناس ملعب بالدوار عبين نحن ما نعرف شو ناخذ حقوقنا بالأردن المستثمر يجتمع يوم الأربعاء كل أربعاء يجتمع يوم الأربعاء كل دوائر الدولة المعنية موجودة يناقشوه مدة ساعة ربع ساعة نص ساعة هذا الاليك هذا العليك سبعد ثاني تأتي تأتي حقوقك وتأدي واجباتك بحيث العمل خلال ثلاثة شهر أربعة شهر اللي هي عندنا الموضوع يكون سنتين ثلاث سنوات معمل البصر الآن اللي عندي الأرض مخصصة ومفروزة من قبل الأقلات الدولة والاستثمار بالبصرة وكل الدوائر لكن مع ذلك التنوية الصناعية الداعيك به دعش موافقة من جدة وجديدة تعيدهم لماذا؟ هذا موضوع موضوع مؤلم موضوع مؤلم أنه ما عندنا مناطق صناعية متحددة من قبل بها الأثر البيئي حتى أنا من أجي أقدم على الاستثمار ما أروح 11 دائرة 11 دائرة وكل دائرة ما تمام أستاذ ماجد نكمل الحديث بعد أن نتابع عالم الأرقام في هذه الدقاءة لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين الكرام استاذ ماجد شون اللي تحتاجوا او شون اللي تحتاج الصناعات النفطية من اجل ان تنهض من جديد تحية تجلال واحترام لكافة الناس المسؤولين على قطاع النفط ووزارة النفط احنا اليوم وضعنا للمسات وخلينا ايدينا على بعض النقاط وانا اعتذر منهم يا ريت نتفهم هذا الموضوع انا تحيتي ومباركتي للاخر استاذ العزيز احسان في تسلمه وزارة النفط اتمنى ان يسمع الموضوع ويحدث في موضوع انتقال في صناع النفطية ان يختص في دائرة معينة للقطاع النفطي ان يختص في موضوع العدالة في توزيع المنتجات النفطية للمعامل طريقة المكيال وايضا موضوع الاسعار اتمنى من اخي احسان انه هذا الموضوع يتمنى شخصيا بهذا الموضوع رجاءنا استاذ احسان انا اهنيك بكل من كل قلبي انت رجل معروف عنك بالبصرة وانا بالنسبة لي قريب عليه بالحدث وما حدث انت رجل صانع قرار اتمنى اخويا كل الخير فهذا اللي يحتاجه زين فقط احنا نحتاج المادة الاولية هي فقط هذا الموضوع موضوع المواني والتصدير يا ريت يصير بمنصير لجنة اقتصادية متخصصة في موضوع الصناعة النفطية حتى نعرف هل احنا راح نأذي البلد لو نفيد البلد مثلا حاليا النفط الاسود جاي نباع في المياه الاقليمية العراقية ناقص 50% من البورصة العالمية من بلاد دبي او بلاد الفجيرة اللي هو معدل الشهري اخي جاي يطلح هذا الموضوع يبيعه ارخص مما احنا نشتري من الدولة 150 دينار عراقي حتى ذا 100 دينار نشتري اللتر او الطن 100 دينار هم احنا عدنا جاي ندفع للدولة العراقية اكثر مما يدفع المصدر اكوفة موضوع يعني خلنا نتكلم به هو موضوع النفط الاسود لما يصنع بالعراق بداخل العراق يمتصل عمالة يمتصل ايج قد ممكن يوفر فرص عمل نعم ايج قد ممكن يتوفر فرص عمل انا اتزم لك 70% من العمالة يقدر من البطالة يمتصل القطاع النفطي يعني فد 3-4 مليون موظف لا نصر خلنا نقول مليون 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 عامل مليون عامل نعم اعمال مباشرة اعمال مباشرة نعم زين عدتكم مشاكل استادماج تتعلق بعمليات نقل منتجاتكم برقية برقيتين 3 لكل سيارة برقية او لكل برقية مثلا الفترة الزمنية شون اللي يصير شوف هو اكو شغطين يعني المثل يقول اولاد الحرام مقلة ولا اولاد الحلال حاجة زين اكو تلاعب بالامور اكو تلاعب بالمو لنا بدنا الناس اللي نشتغل بالشكل الصحيح الناس السيئين في نقول 10% بس انت مخل علي احنا 90% ظالمنا ظلم ما بعد ظلم ما بعد ظلم نرفع تصاريح الامنية اول مرة احنا وزارة النفوط وزارة التصاريح الامنية نضط السايق واسمه وعنوانه وبالضبط نفس المعاملة اللي كانت موجودة بأيام صدام حسين حول موضوع الشخص هذا باقي نفس الاساليب نفس الاساليب في حين انا شخصية معروفة مسؤولة عنه اللي راح اجيبه من راح اقدم لك شخص سيارة ومع السايق مالها من راح تقول لي انت هذا مسؤول عنه قللك نعم انا مسؤول عنه ما معقولة انا جفرت برزقي ولا بلدي حتى تدخلني بتصاريح الامنية هو شون اللي داي يصير بالضبط استاذ مانج حتى نعرف يعني لكم فترات زمنية لنقل كل شهر لازم نقدم نفس الاسماء ونفس الشيء بسيدي للتصاريح الامنية اسبوع يلا تطلع التصاريح الامنية هاي طاير من الشهر اسبوع هاي وين هاي دقية هاي التصاريح الامنية من المصفة لغاية المصفة ماننة فعلا المصفة يحتاج انه ما يدخل لأي واحد المصفة حتى ينسا يمعرف التصاريح الامنية بس مو شهرية انا عندي ست سواق صار لهم يعني بدود عشر سنوات ما بدلتهم من ابدلة كل شيء امني على الجديد موجود بس وذا صال لست سنوات وياي وياك ليش انتك الساعة الدائبة تمام هذا واحد اثنين من ننطقي المنتجات النفطية من المحافظاتنا الى بغداد لازم نفس العملية هم نودي اسماء وسواق الى قيادة عمالة المشتركة في وزارة الدفاع بعد ما تطلع من عتائي الموافقات كل شهر بعدين ترجع وين الى دارة الطاقة دارة الطاقة من تطلع السيارة لازم نتسويه برقية من المحافظة وبها خط سير ما يحتاج هذه البرقية خط سير كافي وخط سير اللي هو ممنوع ينزل شارع تنكر ممنوع ينزل عنه شارع التبليط المرسوم خط السير حتى ثلاثة متار ما لاحق اذا انت بعد البرقية انا مسوي يا اخي يا عزيز الله يخليك تمام جهد على الدولة وجهد علينا وتخيير للعمل احنا نتمنى من السيد وزير النفطة ويعمل على حل بعض المشكلات التي تتعلق بعملية الصناعات النفطية ودعم الصناعيين المتخصصين في الصناعات النفطية وبرنامج دينار متابع لجميع هذه المشاكل والمعاوقات او ما تطرح وزارة النفط من حلول كما تابع هذه الايام زيارة السيد وزير النفط الى بعض المصافي من اجل الاشراف ومتابعة بعض الاعمال المهمة الخاصة بتوفيط بعض المشتقات النفطية التي تكلف الدولة سنويا مليارات الدولارات من اجل استيرادها نتابع سويا ان شاء الله ستكون هناك تركيز ومتابعة القطاع المصافي هو واحد من القطاعات المهمة جدا في البلد واللي برنامج الحكومي يمعتمد على ايجاد تطوير وحلول في المشاكل ونقاط لا نقول الضعف نقاط التي تحتاج لتكامل اكثر وانجاز اكثر في المستقبل القريب نتمنى على الكوادر استخدام صلاحياتهم الكاملة استخدام صلاحيات التي عرضها لهم قانون تأسيس الشركات وتفعيل مجلس ادارة في اختصار الزمن في توفير القرارات معالي الوزير يولي اهتمام كبير لقطاع المصافي لما له من اهمية كبيرة في هذه المرحلة البلد بشكل عام اطلع معالي الوزير على نشاطات شركة مصافي الوسط وان شاء الله سيكون هناك زيارات ومتابعة مستمرة لشركات المصافي الاخرى قطاع المصافي والمزارة بشكل عام تسعى من خلال هذا الاهتمام والمتابعة من قبل معالي الوزير وكل القطاعات الاخرى الساندة لتطوير عمل المصافي ورفع القدرات الانتاجية والنوعية تم اللقاء اليوم معالي وزير النفط المحترم وتم الاستماع على بعض التوجيهات والتوصيات بخصوص تنظيم عملية الانتاج والزيادة وتحسين نوعيتها وحاليا احنا في واحدة من الوحدات التشغيلية اللي ان شاء الله سيتم تشغيلها في الفترة القريبة القادمة اللي هي وحدة الازمرة وتحسين البنزين النفطة الخفيفة مثل ما تشوفون الوحدة تقريبا مكتملة تقريبا اكثر من 95% واحنا ان شاء الله ماضين بخطة الوزارة تحسين المنتج وزيادة كميته لتقليل كمية المستورد ان شاء الله قبل الختام نتقدم بالشكر الجزيلا للمتخصص في الصناعات النفطية المحلية السيد ماجد موزان على حضوره معنا في حلقة برنامجدين على المشاهدين كرام صناعات النفطية نلتقيكم في حلقة اخرى دمتم في عمان للنو اشتركوا في القناة